موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة والذي نسلط فيه الضوء على ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات عسكرية وسياسية تشهدها اليمن نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع نيوز يمن جاء فيه التحالف العربي يعلن التزامه وقف إطلاق النار في اليمن عنوان آخر الفريق الأحمر يدعو الحوثي وصالح إلى القبول بالحل السياسي وتسليم السلاح كما ورد في الموقع الحوثيون يقصفون أحياء تعز بعد دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ من العنوين تفاصيل خبر الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في دمار ويقول الموقع كشف تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوثي 183 جريمة وانتهاكا في محافظة دمار خلال الشهر الثلاث الماضية يتابع الموقع تعددت جرائم الميليشيا بين القتل والاختطاف والإخفاء القصري والتهجير وحالات التعذيب الجسدي واقتحام مرافق عامة ومنازل المواطنين ونهب ممتلكات واستحداث معسكرات تجنيد وتخزين أسلحة في منشآت مدنية وسكنية وانتهاكات أخرى نتحول إلى موقع يامن مونيتر نستعرض في صفحته الرئيسية أهم الأخبار اتفاق وقف إطلاق النار جارى بين الجيش الوطني والحوثيين بعيدا عن مسودة الأمم المتحدة في الجانب السياسي مسؤولة أوروبية تقول مفاوضات الأطراف اليمنية في الكويت فرصة تاريخية لإنهاء الحرب من العنوين أيضا الحوثيون والصالح يعلنون التزامهما بوقف إطلاق النار في اليمن ركز الموقع على تفاصيل سقوط أول مدني في تعز منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ جاء في الخبر قتل مدني في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين ضمن سلسلة خروقات اتهم الحوثيون بارتكابها في مدينة تعز وسط اليمن مع دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وقال مصدر طبي قال ليمن مونيتر أن مدنيا يدعى مرشد علي سالم الكوري توفي بعد دقائق من إسعافه إلى المستشفى متأثرا بجراحه من رصاص قناص أصابه في صدره وذكر المصدر أن الكوري يعتبر أول قتيل مدني في تعز عاقب سريان الهدنة وهو من منطقة البعرارة غربية المدينة ويعتقد أن الرصاصة صدرت من مواقع الحوثيين في جبل الزنوج زروع تحصد البشر تحت هذا العنوان كتب عبد الملك شمسان مقالا مقتطبا عن ألغام الميليشيا والأرواح التي تحصدها ويقول الكاتب زرع الحوثي وحليفه الصالح مئات الآلاف من الألغام في أنحاء البلاد وعند إيقاف القتال وفي وقت الهدنة التي يأمل الجميع نجاحها تظهر الألغام كسلاح مستمر في أداء مهمته الآثمة غير معنق بشيء من قرارات التوقف ما لم تقم الأمم المتحدة والأطراف الدولية بالضغط على الحوثيين وصالح للتوقف عن زرع الألغام وما لم تضمن آلية نزع السلاح من أيديهم شيئا يتعلق بنزع الألغام وتسليم خرائطها فإن الأجيال سيظلون يحصدون الموت والإعاقة على امتداد عشرات السنين يحصد البشر الزروع إلا زروع الألغام فإنها تحصد البشر وما لم يكن إيقاف القتال عبر الألغام جزءا من أي اتفاق لوقف القتال ونزعها وتسليم خرائطها جزءا من عملية نزع سلاح ميليشيا فإنه تغاضا عن استمرار قتل اليمنيين حتى بغير قتال مشاهدين إلى موقع مصدر أونلاين والذي ركز على العديد من الأخبار المتعلقة بالهدنة ومنها الشرعية والتحالف ملتزمان وموقف غامض للحوثيين وصالح عنوان آخر وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يقول توجيهات للقادة العسكريين بالالتزام بالهدنة ولجنة تهدئة مشتركة تستضيفها السعودية تناول الموقع تفاصيل إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا بعد بدء سريان الهدنة حيث قالت مصدر محلية أول حالة خرق من قبل ميليشيا الحوثي والصالح لوقف إطلاق النار سجلت بعد نحو خمس دقائق من بدايتها مع استمرار قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز وقال المصدر أونلاين ميليشيا الحوثي وصالح قصفت أحياء في شق مدينة تعز كما قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة في شرق وغرب المدينة إلى ذلك أفاد مراسل المصدر أونلاين منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخاً بالسطينياً أطلقته ميليشيا الحوثي وصالح وفجرته في سماء محافظة مأرب إلى محافظة الجوف تابع الموقع أفادت مصدر محلية أن ميليشيا الحوثي استمرت في قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بير الهيب والوحير في مدرية الغيل رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى التغيير نت نطالع في عنوينه مصدر حكومي يقول الأطراف اليمنية لم تتفق بشكل نهائي على مسودة إطلاق النار جاء في الموقع أيضاً الحوثيون يستبقون الهدنة بتعينات جديدة في هيئة الأراضي ووزارة الشباب والرياضة عنونا الموقع أيضاً رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر يقول إذا تحرر التعز سيعم السلام على مختلف محافظات الجمهورية واهتم الموقع بالبيانة الذي أعلنته جامعة تاعز تضامناً مع جامعة صنعاء جاء في التفاصيل أعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة تاعز تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها نقابة هيئة التدريس ومساعدهم والموظفين ومجلس الجامعة في جامعة صنعاء على خلفية إقالة رئاسة الجامعة وتكليف بديل لها من جهة لا تدخل هذه القرارات ضمن اختصاصها وقال بيان تضامني صادر عن نقابة هيئة التدريس في جامعة تاعز قال البيان نرفض أسليب التهديد والتخوين التي تمارس ضد منتسب جامعة صنعاء بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري والقانوني وطالب البيان بسرعة الاستجابة لمطالب النقابتين ومجلس الجامعة بإلغاء القرارات الصادرة بصورة مخالفة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية وبالحرص على استئناف العمل الأكاديمي والإداري في جامعة صنعاء ومنع تأخير الطلبة عن استكمال عامهم الدراسي وفقا للتقويم الجامعي إلى موقع الموقع اخترنا أبرز ما جاء فيه مخطط حوثي لإقتحام لواء العمالقة بعمران فور بدء سريان الهدنة عنوان الموقع أيضا العميد أحمد عسيري معلقا على الهدنة يقول نحتفظ بحق الرد على أية خروقات حوثية ركز الموقع أيضا على قصف الميليشيا لقرى في حزم العدين رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ جاء في التفاصيل واصلت ميليشيا الحوثي وقوة المخلوع قصف قرى المواطنين في حزم العدين منذ الدقائق الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وأكد مراسل الموقع أن ميليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة عدن بنيش بيب خرقت الهدنة وقامت بقصف قرى المواطنين في مناطق الشعاور في حزم العدين ويتابع الموقع خلال الساعة التي سبقت بدء وقف إطلاق النار قصفت الميليشيا قرى الشعاور بقذائف البي عشرة والرشاشات الثقيلة في تحدي واضح للاتفاقيات الدولية السلام وكفى تحت هذا العنوان كتب قادري أحمد حيدر مقالا في موقع الاشتراك نت تطرق فيه إلى المسئولية في تحقيق السلام وقال الكاتب السلام كلمة لا تباع ولا تشترى السلام وإيقاف الحرب في أي مكان في العالم مسئولية سياسية ووطنية وأخلاقية إن كل فتا رفع راية السلام إلى الأعلى والدعوة لإيقاف الحرب باهظة لا يتحمل طبعاتها سوى الشجعان ولذلك يقال سلام الشجعان سلام أقوياء الإرادة في مواجهة حرب ضعفاء القيم في صورة العفن السائد ومن هنا تأتي دعوتنا إلى سلام حقيقي وليس إلى صناعة أوهام وسلام شعاري مجرد من أي قيمة أخلاقية أو سياسية أو واقعية على الأرض وحينئذ يكون سلاما لا يفرز في الواقع سوى إدامة عمر الحرب ويكون على حساب قضايا المجتمع العدل والحرية والمواطنة وحقوق الضحايا وبهذا المعنى فكلمة السلام ليست حالة استرخاء ضميري ولا هي مجرد رفع العتب على طريق التحلل من مسئولية تحويل السلام من شعار إلى حقيقة واقعية تؤسس للعدل والاستقرار وتؤصل في كل الأحوال لخيار السلام وللوقوف ضد العنف والتطرف والإرهاب والحرب سواء عنف الجماعات الجهادية الإرهابية أم عنف الميليشيا أم عنف سلطات الاستبداد والفساد دائما يواجه بإرادة مجتمعية وسياسية وجماهيرية واسعة فالسلام والحرب وجهان لعملة ولعملية سياسية اجتماعية فكرية واحدة فحين نتحدث عن السلام ورفض الحرب يعني ذلك أن نبدأ في مقاومة شاملة سياسية وشعبية مدنية يجري الاعداد والتهيئة لتحويلها إلى مقاومة لدحر الحرب الظالمة وليس الاكتفاء بشعار السلام أو خطاب الأطراف المتصارعة مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت من أهم مجاة فيه الحوثيون يقول يقول الموقع الحوثيون يواصلون فرض تعيين موالين لهم في جامعة صنعاء بالقوة في الشأن الإغاثي توزيع مساعدات غذائية في تاعز مقدمة من الشعب الكويتي عنوان آخر نائب الرئيس يدعو الصين للضغط على الإنقلابيين لتنفيذ القرار الدولي وركز الموقع على التفاصيل لقاء رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر بقائد المقاومة الشعبية في تاعز حمود المخلافي قال الموقع أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة تاعز والدور الحيوي الذي تلعبه بين المحافظات اليمنية أضف الموقع جاء ذلك خلال لقائه بقائد المقاومة الشعبية في محافظة تاعز حمود المخلافي الذي استعرض تقريرا موجزا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المقاومة والخطط المستقبلية لتحرير مدريات المحافظة من الميليشيا الإنقلابية كما اطلع رئيس الوزراء على الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه أبناء المحافظة داعيا إلى تكثيف الجهود لإيصال قوافل الإغاثة الغذائية والدوائية لكل المدن والقرف المحافظة وللعمل على معالجة الجرحى بشكل عاجل وتابع الموقع في التفاصيل وصف الدكتور بن داغر مقاومة تاعز بأنها قلب اليمن النابض لافتا إلى أنه إذا تحرر التاعز سيعم السلام على مختلف محافظات الجمهورية مشاهدين الكرام هنا نتوقف في الصحافة الداخلية ومن ثم نستكمل معكم بعد فاصل القصير الصحافة العربية فابقوا معنا نواصل معكم مشاهدين الكرام ما تبقى من كشك الصحافة نذهب الآن إلى ما تقوله الصحافة العربية التي تابعت التطورات السياسية في ظل الحرب ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية نبدأ حيث عنوانات العالم يتطلع إلى الكويت لصنع السلام وإنهاء معاناة اليمنيين تقول الصحيفة تسود حالة من التفاؤل مختلف الأوساط اليمنية والدولية بشأن إمكانية استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي يتم دخوله حيث التنفيذ اليوم وأن يكون ذلك مدخلا جيدا لبدء مفاوضات الكويت تضيف الصحيفة ولم يكن التفاؤل إلا إنعكاسا على التأكيدات التي دفعت بها السلطة الشرعية في اليمن على مدار الأيام القليلة الماضية وعلى مختلف المستويات للإعراب عن مدى حرصها وتطلعها تطلعها لإحلال السلام في البلاد ولإنهاء الإنقلاب تقول الصحيفة عن جبهة الإنقلابيين أن هناك مؤشرات على وجود تيار بين صفوف الحوثيين يدرك ضرورة التواصل لاتفاق سلام في اليمن خاصة وأن الموقف على الأرض لا يسير وفقا لما كان يتوقع عندما وقع الإنقلاب وتستند الصحيفة بقولها هذا إلى وجود وفد من الحوثيين في الرياض للتفاوض بشأن التهدئة على الحدود اليمنية السعودية وما ظهر من تصريحات إيجابية لعل أبرزها ما جاء على لسان وزير الخارجي السعودي عادل الجبير وترى الصحيفة أن من عوامل نجاح السلام هو فشل الميليشيات الحوثية وحلفاؤها من أتباع صالح في تحقيق أي تقدم على مختلف الجبهات الأيام الماضية إلى صحيفة العرب الجديد تابعت ذات الموضوع وعنوانات وقالت الهدنة اليمنية تضع صدقية تحالف قالت الصحيفة تمثل الهدنة اليمنية آخر فرصة قريبة لحلحلة الأزمة اليمنية كونها تمهد للمفاوضات المرتقب انتلاقها في الثامن عشر من إبريل الجاري والتي توافقت عليها الأطراف اليمنية وتعتمد الهدنة الحالية وفقا للمحللين على مدى جدية اللاعبين الدوليين والإقليميين وعلى قدرتهم على فرض وقف إطلاق النار وإنجاح الهدنة التي وضعت الأزمة اليمنية بين خيارين إما استمرار المواجهات والدخول في فصول جديدة من الحرب وإما أن تدفع الأطراف نحو المفاوضات والدخول في تسوية سياسية قد تأخذ وقتا طويلا وبحسب خبراء سياسيين وعسكريين فإن الشرعية اليمنية والتحالف العربي عملاء على تحسين الشروط التفاوضية والميدانية منذ بدء عصيفة الحزم ويبدو أنهما على استعداد للخيارين السياسي التفاوضي أو الميداني العسكري مقابل ذلك يقول الخبراء أنفسهم إن تحالف الإنقلاب بات يهمه أن يضع ثقله وراء الهدنة والمفاوضات وبات غير قادر على مواصلة معارك ميدانية يدرك أنها أكثر قسوة إضافة إلى أنه بحاجة لإعادة ترتيب صفوفه العسكرية في حال فشلت المفاوضات المرتقبة حل جذري لأزمة الدولة العربية تحت هذا العنوان كتب بدر الإبراهيم مقالا في العرب الجديد وقال الإبراهيم بعد تراكم عوامل عديدة لعقود أسهمت في تأكل شرعية الدولة العربية إنهارت هذه الدولة أو ضعفت سطوتها في أكثر من قطر عربي كبير بات مستقبل الكيانات القطرية مهددا بعد أن ظن محللون أن هذه الكيانات صارت متجدرة وغير قابلة للتغيير وأن سايكس بيكو ومثيلاتها رسمت حدودا غير قابلة للكسر والتجاوز فإذا بالانهيارات المتتالية لعدة دول عربية تؤكدها شاشة الكيانات والحدود عندما تواجه هذه الكيانات خطر التقسيم والتفتيت تصبح الأولوية هي التأكيد على وطنيات قطرية سوريا وعراقية وليبية فيما الحديث عن أي شكل من الوحدة العربية أقرب إلى الهذيان في هذه المرحلة التي أصبح عنوانها الحفاظ على الوحدة داخل الكيانات القائمة قام مفكرون عروبيون بارزون بمراجعات عديدة للفكر القومي العربي أدت فيما أدت إلى نوع من المصالحة مع الدولة القطرية واعتبار تمتينها وتعزيز الهوية العربية فيها مدخلا إلى اتحاد عربي غير اندماجي ينتج تكاملا بين الدول العربية في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة الخارجية فيما توقفت الأصوات العروبية البارزة عن المطالبة الراديكالية بوحدة عربية اندماجية تنصهر فيها الكيانات القائمة داخل دولة واحدة اليوم تقف هذه الأصوات موقف المناهض لتقسيم المقسم وهي تنحزل الكيانات والدول القائمة في وجه مخاطر التفتت وهذا ضروري وفق المنطلقات القومية لكن كثيرا من هذه الأصوات العروبية تفوت فرصة إعادة مطلب الوحدة العربية إلى طاولة النقاش مجددا فليس الحديث عن الوحدة العربية اليوم هذيانا بل ضرورة لمواجهة استحقاق إعادة بناء شرعية الدولة في الوطن العربي مشاهدنا إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي تابعت موضوع الهنة والمخاطر المحيطة بها عنوانت عقبات حسية تهدد نجاح الهنة وتقول الصحيفة استبقت ميليشيات المخلوع الصالح الهنة الجديدة بتصعيد في صنعاء وتعز وبإطلاق صواريخ باليستية من صنعاء على المناطق المحررة في محاولة لإفشال الجهود الجارية لتنفيذ الهنة برعاية الأمم المتحدة وكشف مصدر سياسي جماني رفيع لعكاظ لم يتم تشكيل اللجان الميدانية لمراقبة الهنة وأوضح المصدر اعتراضات الإنقلابيين على المسودة الرئيسية أخرت إعداد قوائم اللجان الميدانية لتقديمها للجان الفنية الرئيسية في الكويت التي ستستضيف مشاورات يمنية جديدة في الثامن عشر من إبريل الجاري وأن الحكومة اليمنية تشترط رئاسة محافظي المحافظات المعينين من قبل الشرعية للجان الميدانية في محافظاتهم وهو ما يرفضه الإنقلابيون وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني مانع المطر للصحيفة عكاظ إن الحكم على التزام الحوثيين بالهدنة ما يزال مبكرا لافتا إلى أنهم لم يعلنوا بشكل صريح وواضح استعدادهم لوقف إطلاق النار مع أن الحكومة أعلنت جاهزيتها له أضف المؤشرات تشير إلى انقسام في صفوف الإنقلابيين وتصعيد من أتباع المخلوع لصالح في صنعاء وتعز إلى صحيفة القدس العربي والتي وصفت الأوضاع بقولها اليمن يشهد ساعات حارجة مع بدء وقف إطلاق النار بين الحكومة والانقلابيين وقالت القدس شهدت جبهات المواجهات والشارع اليمني عموما ساعات حارجة مع موعد انطلاق عملية وقف إطلاق النار التي دعت إليها الأمم المتحدة وعلمت القدس العربي من مصدر رسمي أن عملية وقف إطلاق النار ستنضي حسب الخطة المرسومة لها رغم كل المعوقات التي واكبتها والتي كادت تعصف بها لولا إصرار القائمين عليها على ضرورة البدء في تنفيذها وفي الموعد المحدد وأوضح أن الخلافات بين ممثلي الطرفين الحكومي من جانب والحثيين وحزب صالح من جانب آخر هو خلاف حول النسخة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار تفيد الصحيفة أن الانقلابيين واكبوا عملهم السياسي بتحركات عسكرية هدفت إلى تحجيد مجامعة جديدة من المقاتلين الموالين لهم وبإرسالهم إلى العديد من جبهة القتال ومنها الجبهة المحاذية للحدود اليمنية مع السعودية إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها وقالت قبائل لحج وأبيان تتعهد بملاحقة قاتل الجنود قال مدير عام مدرية أحور في محافظة أبيان يسلم شبيع قوات من الجيش ورجال القبائل يحاصرون عصابة مسلحة على خلفية قيامها بقتل وإصابة 26 جنديا ينتمون إلى محافظة لحج وأبيان وإب كانوا في طريقهم من مدينة عدن إلى محافظة المهرة يوم الجمعة الماضي وأوضح يسلم في تصريح إلى السياسة أن رجال القبائل وقوات من الجيش والأمن سيطروا على نقاط التفتيش التي كان أفراد العصابة قد نصبوها في مثلة المحفظ شرق مدينة أحور ووقعت بينهم وبين مسلحي العصابة موجهات استخدمت فيها استخدمت فيها العصابة قذائف RPG مستهدفة نقاط التفتيش مشيرا إلى أن أفراد العصابة لجأوا إلى منازل المواطنين للاحتماء بها في قبيلة الحاق وأكد أنه سيتم ملاحقتهم والقبض عليهم لافتا إلى أن أربعة من الجنود الذين اختطفهم المسلحون تم العثور عليهم أحياء في أحور عن الشرق الأوسط الدامي وعن خريطته الممزقة كتب غسان شربل مقالا في جريدة الحياة الننظرية وقال الكاتب الشرق الأوسط الوافد من الزلازل غابة وفي الغابة تكون قويا أو تكون الضحية تكون لاعبا أو تتحول ملعبا دورك مرهون بتوظيف قدراتك الاقتصادية وامتلاك رؤية للخروج من دائرة الخطر وقوة مسلحة وتحالفات سياسية وعسكرية ودبلوماسية نشطة تسمي الأشياء بأسمائها لا يحتاج المرء إلى الأرقام ليتأكد أن الوضع العربي كارثي على نحو غير مسبوق دول ممزقة وجيوش متصدعة وإرهاب مستفحل وميليشيات عابرة للحدود لم يسبق أن تزامن اندلاع الحرائق على هذا النحو عمليات انتحارية وحروب أهلية ونزاع مذهبي وشيوع فاحش لنزاعات القتل والاستئصال والإلغاء هكذا بدى القسم العربي من الشرق الأوسط متروكا ومنكوبا بدى مدفوعا نحو عصر من الوحل والدم ومن التفكك والفقر وثم تمنعتبر أن الجزء العربي خسر فرصة الالتحاق بالعالم وأن الخيار الوحيد أمامه هو المزيد من الاهتراء والانتقال من هاوية إلى هاوية سعد الاعتقاد أن قدر الشق العربي من الشرق الأوسط أن يبقى مستباحا تسجل الأهداف على ملعبه ختاما تقبلوا خالص التحاية من كوشك الصحافة وأسرة كوشك الصحافة أترككم في أمان الله مع هذه المجموعة وحتى ألقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة